السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كريم علي وانت بتتفرج على برنامج فكر تاني بس أنا يعني لو قلتلكوا أكثر من ألف رسالة يومية عن موضوع جرثمت المعدة مش هتصدقوني الموضوع بقى مستفز لي أنا كشخص أنا ككريم اتضيقت من هذا المخلوق العجيب فدخلت الحلقة دي ما كانتش في الحسبان ما كانتش في دماغي ما كانتش في جدوى الحلقاتي بس لازم إن شاء الله أخلص على هذه الجرثومة النهاردة بإذن الله أنا أخلص على المشكلة دي عند ملايين الناس هنطلع من رمضان بدون جرثمت المعدة يمكن هتلاقوني هاد النهاردة مش مهايبر واخدها واحدة واحدة عشان الموضوع فعلا خطير مكسر حياة ناس كتير وبيؤدي إلى السرطان في الآخر من اللي بيعملوا في المعدة هنفهم إيه جرثمت المعدة وكل الطرق المتاحة والممكنة إن إحنا نتخلص منها نهائيا أنا كريم علي ونتقابل بعد الفاصل يلا بينا يلا بينا أهلا بيكم الجرثومة دي جات لك ليه ليه أنا من دون الناس عندك حمض المعدة ضعيف لو عندك حمض المعدة قوي الأول الجرثومة غيرها وبنعمها وبنخلتها وجميع الجراثيم وكل البكتيريا أول ما تنزل المعدة بتتحرق من الحمض حمض دركته واحد يعني حارق فبدم حضرتك بتاخد مضادات حمودة بدم حضرتك بتاخد ماء قالوي بدم حضرتك بتاخد سوديم أو بيكربونات سوديم بدم حضرتك بتاخد أي أدوية لتقليل حمودة المعدة حمض معدك بوز فالجرثومة دي جات وعششت فيك حاجة تانية بتقلل حمض المعدة ومحدش بياخد بله منها الحاجات اللي احنا بناخدها مكملات يعني الكالسيوم بناخده مكملات لو طلع كالسيوم فيه كالسيوم ستريت وكالسيوم كاربونات وكالسيوم في حاجات أنواع الكالسيوم كتير إنما الكالسيوم كاربونات بيبوز لك حمض المعدة فتقل بناخد ماغنيسيوم الماغنيسيوم أشكال وأنواع نريد السلم until you want to buy calcium and carbonate vincent苦 باوز حمض المعدة ناخد نوع تاني افضل الجرسومة دي دخلت ملاقتش حمض معدة جات من اكلة جات من من زوجتك جات من يعني بتيجي من الكنتكت مع ان طريق البق فجات ملاقتش حمض معدة قامت عملت ايه قامت دخلت في الغشاء المخاطي بتاعك ادي المعدة وفيها غشاء مخاطي دخلت خرمت يعني عملت خرم كده ودخلت عشت في ايه في تحت المخاط تسكت وتستهدى بالله لا تطلح حاجة اسمها امونيا هي عندها انزايم بيحول اليوريا اللي في المعدة اسمه يوريز مش مهم مهم يعني بتعمل امونيا الامونيا ده مركب البي اتش بتاعته قلويته اتناشر او حداشر تخيل حمض المعدة اللي هو واحد لما يبقى ضعيف فدي تقوم منزل شيء قلو حداشر عليه فضمرت لك حمض المعدة تماما ما بقاش عندك حمض المعدة يعني ايه دكتور للناس اللي مش متابعين فكرة تاني واول مرة يتفرجوا علي طبعا حبايبنا اللي متابعيني فاهمين الكلام ده المهم حمض المعدة مش عندك يعني ايه البروتين لما ينزل ما يتهضمش كويس الانزيم اللي بيهضم البروتين اسمه بيبسين ما بيفرصي بدم ما فيش حمض المعدة المعادن اللي بتنزل معدتك البوتاسيوم والماغنيسيوم والكابريت واليود والزينك كل الحاجات دي كلها ما تمتصش بدم ما فيش حمض المعدة لو انت عندك بكتيريا او جورسومة جات لك ما ايه ما تموتش عشان ما عندكش حمض المعدة عرفت بقى الليلا دي كلها ليه ازيدك شعر بيت بدم الاكل منزل مش مهضوم كويس بينزل على الامعاء يبوز الامعاء تحت ويعمل لك حاجة اسمها ليكي جات او يبوز الامعاء فيعملك الجلوتين حساسية الجلوتين يعملك حساسية اللبن يعملك الامراض المناعية الثيروية الطبوز الغدد الفوق كلوية طبوز البنكرياسيو بوز يجي لك سيستيم كلوبس يجي لك كل امراض المناعية اساسه ان حمض المعدة ناقص بسبب الجورثومة فهمت الليلا دي كلها ازيد كومبيت بقى في حاجة اسمها سيليكا السيليكا دي مهمة جدا لجسمك هي اللي بتعمل الكولاجين اللي في وشك واللي في عضمك واللي في عضلاتك واللي في الجوينت اللي هي المفاصل بتاعتك السيليكا دي بتعمل ايه بتربط حاجات اسمها جلوكوزامين وكندرتين اللي بيكون المفاصل هي الروابط بينهم طب السيليكا دي نجيبها منين موجودة في الاكل بس لو ما فيش حمض معدة ما تتحولش من سيليكا لأورثوسيالك اسد فما يبقاش عندكش سيليكا في الجسم عرفت اللي عنده جورثومة معدة او حموض تواطية بيعجز بدري ليه؟ عرفتوا اللي عندوش حموضة معدة ركبوا بالطقطة ويجيلوا روماتيزم ويجيلوا هشاشة عظام ليه؟ لان السيليكا مش موجودة لان ما فيش حمض المعدة وصلت مصيبت ان ما فيش عندك حمض معدة السبب اللي بعد كده ليه رب جات للجورثومة لان عندك استرس دغط عصبي لو فيه دغط عصبي عالي الادرينالين بيخلص والادرينالين من الجسم بكميات يعني بسيطة كده سبب اساس ان حمض المعدة يفرز فلو الادرينالين قل خالص لو الغدة الكذرية ويقعت وما فيشتغلش كويس مش هيبقى عندك الدفعة اللي تخلي حمض المعدة يبقى كويس وقوي عرفت صورة البداية بتاعة الجورثومة والمصايب اللي حصلت في الجسم ليه؟ عشان جورثومة المعدة قللت الحمض او انت اصلا حمض المعدة عندك قليل السبب اللي بعد كده ليه؟ ما عنديش حمض المعدة كويس لو انت ما عندكش بوتاسيوم ما عندكش مغنيسيوم ما بتاخدش زينك عندك فيتامين به ستة ناقص او فيتامين به 12 ناقص او فوليك اسد ناقص الحاجات دي كلها بتساعد حمض المعدة يبقى قوي فلو عندك نقص الفيتامينات ما بتاكلش مكسرات ما بتاكلش خضروات ما بتاكلش الحوم ما بتاكلش منتجات حيوانية الفيتامينات دي قلت فما فيش مجاش حمض اسمع بقى اللي هقوله ده لما الحمض يقل وتبتدي تاكل الحاجات دي مفيش حمض الحاجات دي ما تتهدمش النقطة دي مهم قوي ويركزوا معايا ويركزوا يعني انا مثلا مثلا الزينك مثلا انا مكلتش زينك فقام حمض المعدة قل طب انا حبيت اكل يا دكتور زينك دلوقتي الزينك عشان يتهدم لازم له حمض معده فانت حتى لو خدت الزينك دلوقتي لازم حمض المعدة يرجع قوي تاني عشان يتهدم يعني هما بيتهدموا بالحمض ويقوموا عاملين الحمض يتهدموا بالحمض ويعملوا الحمض شفت الدايرة مفيش حمض او الحاجات دي نقصت مفيش حمض حتى لو خدت الحاجات دي مش هتشتغل لازم حمض المعدة يشتغل عشان كل المشاكل دي ايه تتحل دي نقطة مهمة جداً انت كده فهمت اللي بيحصل النقطة الأخيرة اللي هاتكلم عليها قبل العلاج المكروب اللي عنده الجرسومة هو ياريته عنده غشاء واحد 나오 curve 2 غشاء واحد غشاء اتنين كل المضادات الحيوية بتختارق الغشاء الأولاني وتأمرطة من التاني تطلع من الجرسومة تطلع المعدة تاني أو تطلع الدم تاني أو تطلع وتفر هيا فين فهو عنده غشقين عشان كده المضادات الحيوية ما بتشتغلش العينين اللي بيجولي كلهم جربنا المضادات الحيوية ميت مرة وما اشتغلتش ليه لان ما بتعديش لتنين بتعدي غشاء واحد من الغشاءين اللي عند الجرثومة دي ندخل بقى في العلاج بكل قوة قبل ما ادخل على العلاج احنا داخلين حرب كريم علي يا ولاد هيحارب لإيه الجرثومة هتجهز لجسمك لمدة أسبوع هتنام كويس هتمنع القهوة هتمنع السكريات هتمنع اللبن مش القلبين اللبن وتمنع اي حاجة فيها جلوتين اي اللي هو العيش عيش الشوفان عشان الافنين عيش الامح عيش الشعير كل الحاجات دي خالص تتمني عشان نجهز جسمنا نقلل الالتهابات في الجسم قوي نقاول مناعة بالنوم وعدم الاسترس وعدم شرب القهوة وعدم الاكل الغير صحي من السكريات والجلوتينات واللبن ونبتدي بعد أسبوع انا هبتدي الحرب على الجرثومة خدوا عندوكو خط خط بمنتهى الدقة ومنتهى الواحدة واحدة على الناس الخط الاول يعارفين ليه صعبة عشان هي مستخبية في المخاط فانعاوز اعمل ايه عاوز الاول حاجة تزودلي حاجات حموض المعدة وخلي بالكم مهمة قوي مش هقول حاجات تزود حموض المعدة دلوقتي لان ممكن يكون جات لك قرح فاللي عندو قرحة غير اللي عندو الحمض قليل الحمض قليل نزوده بس بدام جلك قرحة ما ينفعش ازود الحمض القرحة هتزيد فانا خليني اعمش واحدة واحدة وقول لك ازاي الحاجات دي نحل مشكلة حتى لو انت عندك الحموضة قلت خالص والمعدة تعبت خالص اول حاجة زيت جوز الهند او زبدة جوز الهند فيها حاجة اسمها لورك اسد قاتل للبكتيريا والفطريات وجرثومة المعدة رصاص يعني عارفين بش الرصاصة دي رصاصة موجهة لرأس جرثومة المعدة يبقى هناخد هنجيب جوز هند وياريت يبقى عضوي الزبدة بتاعته معلقة كبيرة الصبح ومعلقة كبيرة بالليل لمدة شهر ده الخط الاول الخط التاني الميستيكة ميستيك جم الساحرة القاتل للبكتيريا الحلزونية الميستيكة دي فيها منها الوان كل ما كان ابيض كل ما كان اكثر نقاءا كل ما كان اقوى اعمل بها الميستيكة دي معلقة كبيرة وحطها في مية سقعة مش مية سخنة عشان بتقل مادة الفعالة اللي فيها احطها في مية سقعة بالليل والصبح اشرب المية دي اول مصحة مثلا احط التلت كبات كل كباية اتناشر ساحة اقوم شارب لازم تقعد اتناشر ساعة في مية ساعة وبعدين اشربها على معده فاضية عندك البرشام ميستيك جم اللي حطول لك سورته خد تلت مرات في اليوم لمدة شهر او الشرب المية مية الميستيكة دي لمدة شهر ادي تاني خط مهم جدا عايزين نزود قوة الميستيكة العرقسوس العرقسوس بيضاعف قوة الميستيكالية لان بيفتح لها اماكن في قلب البكتيريا يعني انفتح البكتيريا تقوم الميستيك جم مش هي تفتح هي تتخل تقتل على طول العرقسوس الجزور بتاعته حطتلك السورة العرقسوس يتغليه وتشربه زي الشاي مرتين وتلاتة او تأرقشه يعني تحطه في بقه كده طول اليوم عمال تاكل بتعمليه حبيب بموة البكتيريا بتاكل خشب يابني لا لا دا بموة البكتيريا تمام يبقى العرقسوس مع الميستيك جم خلي طول الوقت عندك عرقسوس في معدتك بس عندك ضغط ملكش دعوة بالعرقسوس عندك سكر ملكش دعوة بالعرقسوس عندك مشاكل في البوتاسيوم وامرات كاليا ملكش دعوة بالعرقسوس اللهم هل بلغت في حاجات كتير هقولها وكلهم مع بعض اللي يقدر يجيب العشر علاجات يجيبه ما بيتعرضوش يبقى اول حاجة الكوكونوت اويل تاني حاجة الميستيكة تالت حاجة المساعد الجميل بتاعها العرقسوس او الليكو رايس الخط اللي بعد كده ومن اهم الخطوط هو لازم تتصرفه تجيبوه حاجة اسمها سالفورافين مادة قاتلة للجورثومة بتطلع منين يا دكتور بتطلع من البروكلي طب البروكلي الكمية بتاعته صغيرة اقول لكم حاجة فيها عشرين ضعف السالفورافين عن البروكلي الجميل ده براعم البروكلي اهو اهو ده اكل غدا وعشا انا بقيت حاسة زي الدحيح باطلع من البروكلي دي دوروا بتقولوا مش موجودة انا فتحت اليوتيوب لقيت خمسين واحد كيف تصنع براعم البروكلي كيف تصنع براعم الامح دي قاتلة عشرين ضعف المادة الفعال عن البروكلي طبعا انت هتاكل بروكلي ليه لنهار وهتبق حياتك بروكلي وعيش بروكلي ونام بروكلي ونام في حضنك على البروكلي ما انما ده براعم البروكلي دي سلطة طول ما انت ماشي وجاي شوف بقك طول ما انت ماشي براعم بروكلي بتخلص في خلال اسبوعين بتخلص كورثومة اللي في المعدة وبتخلص على البكتيريا الضرر اللي في الجهاز الهضمي كله هذي اللي بلاشا كلها بعدين وصلت براعم البروكلي لاغنى عنها في العداج يا تشتروها جهز لو انتوا في اروبا او في بلدنا العربية صنعوها هاتوا البوزور وحطوها في شرد مية في خلال اسبوع هتطلع للايه البراعب بعد كده عصير الكورومب عارفين الكورومب تجيب تحطو مش يعني تغليه حب خفيفة عشان يبقى طاري وبعدين تاخدو تقطعو تقطعو حتاة صغيرة وتضربوا في الخلاط وطول ما انت ماشي او بلاش انت ماشي كل يوم الصبح كباية كبيرة تشرب عصير الكورومب ايه الكورومب ده بيعمل ايه بيعالج لك التهبة المعدة بيعالج لك الطبقة الباضية الطبقة المخاطي اللي بوزها البيبل بالقلاوية اللي هو عملها بتتصلح تاني بعصير الكورومب الكورومب على الصفية يعني بالورق يعني بالورق اللي فيه في الخلط وتضرب عصير كرومب يعني صبح وليل مرتين تلاتة مرة تلاتة اربعة النهاردة انا بتكلم على ايه على مواد من الطبيعة فما فيهاش سمية مش مشا البرشام او مضاد دحاية ويقولك ليه سمية ده بروكلي وجوز هند ومستيكا اضرب يا بطول ما انت قاعد على قد ما تقدر ما فيهاش مشاكل يبقى الخط اللي بعد كده عصير الكرومب لازم على معده فضيع وما بيموتش البكتيريا بس بيصلح اللي البكتيريا عملته مع الحاجات التانية حاجات بتقتل وحاجات بتصلح جدار المعدة الحاجة اللي بعد كده عاوزين انتي اكسدنت عايزين نقوي مناعة المعدة ومناعة الجسم الشاي الاخضر مرتين تلاتة في اليوم ويا سلام لو انت تقدر تجيب مورينجا هي طعمها شبه الملوخية معلش بس استحمله فضيعة ازاي يا دكتور يوم شاي اخضر ويوم مورينجا يوم شاي اخضر ويوم مورينجا شاي اخضر كل يوم على الاقل مرة ما غير سكر شاي بتحط ستيفيا ممكن لو انت عاوز تمام؟ اللي بعد كده الزنجبيل الجنجر الساحر وموجود في كل حتة ورخيص بيعمل ايه الساحر العظيم ده بقه؟ اول حاجة بيروح يموت البكتيريا كده يروح يدخل يموت البكتيريا بس كده لا ده بيزود طبقة المخاط يتخنها عصير الكورومبي يصلح اللباز والجنزبيل يزود مخاط المعدة يخليه ادخن و اكثر قوة و اكثر يعني حماية للمعدة من الحمض اللي ايه؟ اللي هيبتدي يفرز بالزيادة بعد كده لما المعدة ترجع تصلح تاني ده بيموت البكتيريا الضارة كلها بس كده لا ده بيساعد على نمو البكتيريا النافعة في نفس الوقت شو عمروكو شوف شوف والجنزبيل او الجنجر بيعمل ايه؟ يموت الوحش ويغزي البكتيريا النافعة سحر قاعد الجنبير تشرب شاي جنبير وانت ماشي وانت رايح تديها جنبير بس بلاش على معده فاضي عشان هو تقيل شوي بعد الاكل يعني مرة شاي مرة مورنجا مرة الشاي الجنبير ده بالروماني اللي هو الجنزبيل بالعرب تمام؟ نروح للخط اللي بعد زيت الأوريجانو الأوريجانو ده احنا بنجيب بنعمله بحطه على الاكل وحطه على المكارونات في المطاعم الايطالي الأوريجانو انت تجيب زيت الأوريجانو عشان فيه مادة اسمها كارفا كرول بتعمل ايه بقى المادة دي؟ بتوقف تكاثر البكتيريا اللي هي الجرثومة يعني يقول يعني والله العظيم ما انت جاي بعيال تاني خلاص هقطع ناسل اللي جابوكي حضرتك ايه هو ده زيت الأوريجانو تحط تلت اربع خمس نوقت عليك وبيت ماية دافية وتدي زيت أوريجانو بعد الاكل او قبل النوم هيهديك وهيموت البكتيريا دي يعني مش بيموتها هيمنع تكاثرها خلاص يبقى مفيش جديد حاجات بتقتل وحاجات بتضعف وحاجات ايه بتمنع تكاثرها عشان نقطعها خالص بعد كده فيتامين سي اتنين جرام فيتامين ما احدش يقولك الجرعة دي كبيرة يعني ماذا اقول اتنين جرام يا ريس من فيتامين سي فيتامين سي بيعمل ايه؟ فيتامين سي بيزود مناعة الجسم وياريتها بيزود مناعة الجسم بس ده بيزود المناعة جوه المخاط انتو عارفين مشكلة المندوقات الحيوية غير ان البكتيريا فيها خطين ما تقدرش اتعديهم مستخبية في المخاط فالدم ما بيوصلش الجوه اللي بيعلى في المخاط بقى ويزود المناعة جوه المخاط فيتامين سي بس بشرط فيتامين سي دوز عالية فالاكل مش هيجيبه معاك مش هتاكل لي تلاتين اربعين خمسين بورطانة كل يوم عشان تجيب لي اتنين جرام فيتامين سي فتاخد فيتامين سي محترم من اصل يعني مكتوب عليه ان هو من نباتات او من الجزور مش مصنع تاخد اتنين جرام كل يوم لمدة شهر هيزود المناعة جوه المخاط ودي احد العوامل اللي هتسرع في موت البكتيريا الضارة حاجة برضو هنستخدمها في المدافع الرشاشة اللي احنا بنضربها دي اللي هو الكوركم الكوركم هتحطه على كل اكلك لان الكوركم انت بكتيريا المهمة او يموت البكتيريا ويموت الفيروسات الكوركم لازم يتحط على شوية فلفل اسود حطه على اي اكل حطه على لبن جوز الهند دافي وشربه واسمه جولدن ملكه حلو جدا مرتين تلاتة الكوركم بيساعد الجنزبيل وبيساعد المناعة بيضعف البكتيريا اللي هي جوه المعدة دي ده الكوركم النقطة الاخيرة اللي عايز اتكلم فيها هو مش ضروري لكل الناس بس اللي يقدر يجيبه حاجة اسمه مانوكا هاني عسل المانوكا عسل مركز جدا غالبا بيجي من نيوزيلندا فيه كمية مضادات حيوية غير طبيقية بس عندك سكر تنسى المانوكا لان السكر بتاعه عالي جدا وهو على فكرة غالي جدا فلو تقدر تجيب المانوكا وانت ما عندكش سكر لو معلقة الصبح فيه ناس كتير قوي خافت على المانوكا هاني بس خد كل يوم معلقة الصبح معلقة كبيرة منوكا هاني بعد 15 يوم جات له بقت نيجاتيف النتيجة فهو قوي قوي ومؤثر قوي بس ما ينفعش مع مرض السكر ونادر وغالي فاشان كده انا حطه اخر واحد دي الحاجات اللي هنستخدمها كلها او اللي تقدر تستخدمه او اللي تقدر تعمل يعني كل اللاينز دي او الخطوط دي اللي تقدر تستخدمها استخدمها مع بعض فى مدة شهر بعد شهر وحللت التحليل ان شاء الله هيطلع نيجاتيف ومش هيجيلك تانى بعد شهرين تبتدى تصلى حمض المعدة تماما ازاي تبتدى تاخد خل تفاحمة علاقة صغيرة با كوباية مية كبيرة تبتدى تاخد زنج خمسين ميلي جرام كل يوم تبتدى تبعد عن اي حاجة تخدم مدادات حمودة او صوديوم بكاربونات صوديوم او اي مشروبات فيها القلوية عالية او اي حاجة تأثر على حمودتها المعدة حمودت المعدة روحك شكرا لكم ان انتو كملتوا معي الحلقة انا حاولت تخليها مركزة وهادفة ويعني بولت على طول عشان نحاول نتخلص من هذه الجرثومة اللعينة استغل لشهر الرمضان لو ان حاجة تاخدها تلات مرات وما ينفعش في رمضان اخدها بعد الفطار او قبل الفطار واخدها مسلا على الساعة عشرة وعنده الصحور يعني قسم التلاتة على فترة رمضان شكرا لكم مرة تانية وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه ونيب ارجوكم شاهروا الحلقة على يعني على اوسع نطاق حتى نتخلط من هذه الجرثومة شكرا ليكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وجمعتكم مباركة وما تنسوش سورة الكهف سلام عليكم باي اشتركوا في القناة